السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته وبركاته ورحمة الله وبركاته وبركاته ورحمة الله وبركاته الفيديو هذا وصلنا به إلى الفرقاتات الألمانية وعندنا اثنيا باللعبة F127 و F126 الآن شنو نصيبه من التعديل والبوف بشكل كامل وأيهما أفضل هالمقارنة البسيطة بين القطعتين حتتعرفون من الأفضل من الأحسن وشنو اللي تستخدموها بالأوناين يا شباب فلاك المشاركة جدا مهمة حتى الكل يعرف هذا الأمر لعشاق السلاح الألماني وفرقاطات الألمانية باللعبة أولا نجي على الأقدم الـ F126 تعالوا إليه شوية بدنها قل عن السابق سرعة 26.5 عقدة سرعة جيدة بس البدنة 409 يعني كان كثر من 409 ما هتكون بضبط جيد بس ممكن 20.15 هيتشي المناور 10.4 سرعة مناورة جيدة بالنسبة للقطعة لكن البدن مفضوط كان يجي لبوف الرادار 9.6 السونار 1.6 زين قوة هذه القطعة شنو كانت قوتها براجماتها فبقت كتسليح صاروخيا مع مدفع واحد مع أربع راجمات مروحية اثنين مدافعات واثنين دفاعات جوية منطقيا كتكامل هي ليست متكاملة هاي القطعة كدفاع جوي هي نوعا ما ومنطقيا ضعيفة قوة لجومية متوسطة لكن ككثافة نيران بالراجمة قوية جدا فهاي القطعة للأمانة لم تأخذ حقها بالبوف هذا ف126 والسعرها بالأرت كوين لو نشوفها بالسيرفر الآن بي موجود بحساب الإعلان كسيرفر الموجود نشوف جهد سعرها لو نأخذنا النظرة على الأف مية أو 26780 أرت كوين مع هذا الترتيب فهي لم تكن أو لا تستهل هذا السعر للأمان لأن بعد البوف الكبير اللي يصبح مفوظ يكون شيء لها على أقل صاروخ أو طوربيت ودفع جو زيادة أو اثنين فمبدئيا ليست بالقوة الكافية أما القطعة الثانية من الفرقاطات وهي الـ F-127 فأخذت بوف جدا جميل زاد البدن مالتها إلى 390 ألف زادت السرعة إلى 28 أقدة سرعة كبيرة جدا المناورة 10.4 فسرعتها مع مناورة تحتطيها ممكانيات رهيبة مع البدن قريب من بدن القديمة مالتها الأخوتها القديمة خلو نقول ممتاز جدا مكان بدنها 330 الرادار 8.8 السونار 2.4 أنا أشوف البوف لهاي القطعة كبدن وترتيبات البدن مالتها والسفينة ممتاز ورهيب التسليح 3 صواريخ ركز لزيان بإطلاقة واحدة مدفع مغلق راجمتين طوربيديا كتكامل هي متكاملة صواريخ مدفع راجمات طوربيد مروحية دفاع متغير أربع دفاعات مغلقة العزرية أثنين دفاعات مغلقة صاروخية سبع دفاعات بشكل عام يعني دفاعيا قوية هجوميا قوية تحامل نفسها من الغواصات من الطربيدات بقوة كبيرة والسرعة والمناورة مع البدن العالي جميلات جدا ففرقاطة F-120 حاليا كنز ثمين اللي يدور قطعة ألمانية باللعبة متكاملة بسرعة عالية للمسافات البعيدة ملاحظة مهمة وأخيرة هل بقى وضعها أنه الدمج ما تتحسه مضاعف هذا الشيء رح نحسه بالأولاين من الجربة فالآن ما نقدر نقيسه إلا بعد ما جربه بالأولاين لكن أنا أقولكم وبسعرها اللي أقل من سعر القطعة الأخرى اللي موجودة بالأرت كوين بأربعمية وعشرة فتستحق تماما السعر مالتها على البف اللي حصلها وعلى إمكانياتها أنت كلاعب أولاين تحتاج السرعة البدن المناورة كثافة النيران الدفاع الجيد فكلها تجيها تلقاها بالـ F-127 على الـ F-126 يا حباب قلبي ما ريد أنه دعنا نقول كلامي هذا يحزن الناس من عشاق الـ F-126 لكن الواقع واقع والبف والتعديلات كبيرة فلازم نواكب هذا التعديل باللعبة وننطي كل شيء حقه الكبير الـ F-127 أصبحت أفضل من F-126 بكثير يا شباب الرأي الأول والأخير لكم كلاعبين وأنتم من تفضلون بين القطعتين اللي حتشين عليهم هل F-127 أم تفضلون F-126 يا أصدقائي ولا تسروا لايك ومشاركة وفي أمان الله